اتطيع شوف العربون دلوقتي عشان نقرى الفتحة يا سيد حسد ايوه النبي يا بيه نقرى الفتحة دلوقتي 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 حنقرى الفتحة على نورماندي يا بيت كيدي اه سرقيت الدين بيتطفش منك الهدفة ادى عشرة جنيه عربون ها هاتيا ياوليئ ما تأقالي بقول لك أتر عشرة جنيه ياوليئ بعدين نتحاسم اتعجبهم ولا لا قولت لا لا والفلوس اللي تخش جيء بالأسد لا ممكن تطلع اللي على جديته حانفي مفيش حانفي أنا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا حانفي خلاص هتنزل المرات إنما عمل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا وارجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين كلامنا لنهاردة زي ما قلت في أول الحلقة عن الراجل ابن مراته وإحنا في البرنامج كلامنا لممكن ينزل الأرض أبدا حجمة جدتي بتقول إن البيت ما ينفعش يبقى فيه دنين ركالة والله يرحمها كتقص طبعا الراجل الراجل والستست ولو حصل غير كده وتبدل الحال وبقت الست هي صاحبة الكلمة بيحصل خلل كبير نهايته حجم الاتنين يأما الراجل بيكمل حياته خيال مقاتة ويخسر قدام ده نفسه وأهله إما بينتهي لقدر الله بالطلاق وللأسف في الحالتين الولاد هم اللي بيدفعوا التمن لكن أنا مؤمنة إن ما فيش مشكلة في الدنيا ما لهاش حل وعشان نعرف الحل ونمسك خيوط المشكلة معنا النهاردة ومشرفنا دكتور وليد هندي أخصائي الطب النفسي قبل ما رحب بدايفي عاوزة أفكركم إننا في انتظار أرأكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك واللي حتظهر على الشاشة قدامكم شرفتنا جدا يا دكتور رب أنا يخليك يا رب أنا بسعد لما حضرتك بتيجي والله العظيم تلاتة وأنا بسعد بحضرتك جدا ولو إن يعني كنتش عاوز أجاوب لأن الكلمة اللي ما بتيجي للأسد ما بتطلعش إلى ممكن أبدا إنما عشان خطرك أنا حرد المرات أولي دكتور أسلوب حضرتك أنا متأكدة قوي إنه حتى فيه ناس بتقعد حضرتك معاهم مجرد ما بيخرجوا من عند حضرتك بيحسوا إنهم حياتهم اتغيرت خالص أكيد يعني بس حضرتك أول آية في الإنجيل في البدء كانت الكلمة والكلمة من عند الله شوفي قيمة الكلمة والمولى عز وجل شبه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعوها في السماء تقطيع كلها كل حين فالكلمة ممكن بتغير كمية الجسم ممكن بتغير كل تفاعلاته الكلمة الطيبة الكلمة الحلوة الكلمة الحسنة الكلمة البناءة الكلمة اللي بتديكي أمل وأشراقه في المستقبل ولذلك لو هنتكلم عن سيكولوجية المرأة تحديدا دايما بنقول المرأة حالة مش عمر مش رقم حالة لو جزها لها كلمة طيبة واحدة في السيولوجية الجسم بتتغير وممكن لو هي عندها سبعين سنة ترجع تانية الشاب عندها تلاتين سنة تدفق في المشاعر وفي الأحاسيس ونموه في بعض الهرمونات وهرمون السعادة عندها بيزداد وبتقلق وبتعيش أحلى أيام حياتها بالكلمة ولذلك حتى المكلسوم قالت لك إيه افتكرني مرة كلمة عشنا فيها للهوى وافتكرني مرة غنوة يمس معناها سوا فمفيش أجمل من الكلمة الرئيقة اللي ممكن تتقلل بني آدم وتغير حاله من حال لحال يعني أنا زي ما كنت بقول في مقدمة البرنامج دكتور طبعا كل سنة وحايتك طيب ومناسبة عيد الحب آآ فعلا يعني لما حد يبعات لك بوكي وارد حتى على الواتساب أو كده دي بيبقالها معنا حلو يعني أنا فرحت صحيح لما لقيت صديقي العزيز وأخي وعشرة عمري السيد صلاح عبد الله طبعا الله وحبيبي وصديقي جدا ده ده أمر جدا بعيت لي بوكي وارد على الواتساب يعني بص حضرتك قد إيه كده فرحتي صحيح إنه مفتكرني وبعات لي بوكي وارد وكده عشان كده بقول إن الناس رغم المعاناة اللي بيعانوها طبعا السنوات دي والأيام دي بالأخص نعم كلمة الحلوة ليها برضو وقع بتخفف طبعا طبعا وعشان كده إحنا بنقول حتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يتكلم فليقول خيرا أو ليصمت وده حتة مهمة جدا دايما نقولها في السلوك الإنساني عندك كلمة حلوة أقولها ما عندكش ما تتكلمش ما تقجيكش لمشاعر السلبية كل واحد فيه اللي مكفية خلاص يعني عندك أنت كلمة يبقى إشراقة للمستقبل كلمة جميلة جدا ممكن تغير في الروح المعنوية للإنسان أوكي أهلا وسهلا ما عندكش خلاص إحنا حتى ثوبت علميا إن الإنسان لما بيسعد بوردة بتجيله زي ما حضرتك قلتي أو ببست جميل بيقراه كرات الدم البيضة عنده في الدم بتزداد وبالتالي بيقوى جهاز المناعة وبيستشفى من الأمراض حتى العضال زي السلطان وزي القلب في بعض الأحيان كلام ده علميا ولقينا سيكولوجيا الواحد لو سمع كلمة حلوة وجميلة وأطنب للدفئة العاطفة أو للسوشيال سابورت ده حضرتك بيصب بحلم من الهدوء النفسي ويبقى عنده قدرة على الإبتكار والإبداع والأماجنت والتخيل بقى في مجموعة عمليات عقلية بتشتغل بتبقى مياتها عندهم تبقى الشغالة بتشتغل بالكلمة الحلوة أو من منظور السعادة مش كده وبس ده كمان وانصر إن حضرتك تقع عينيك على حد بتحبيه وتستشعري فيه الأمن والأمان النفسي حضرتك بتصابي بحالة من الاسترخاء وحاجات غدد معينة وكذريات عصبية معينة بتخليك في أهدى معدل من معدلات القلق ولما خدنا احنا من الغدى اللعبية عينة على حد بيشوف حد بس بيحبه أو بيسمع كلمة كويسة بيقولها لأن الغدى اللعبية بيزاد إفرازها وده مؤشر لزيادة هرمون السعادة فشوفي الجمال والإطناب والحلاوة والطلاوة في الكلمة كلمة أو في بوست صغير زي اللي كان حضرتك بالدنيا واللي عليها طب إيه رأي حضرتك في موضوع حلقتنا النهاردة اللي هو أن فيه ساعات بعض الأزواق بيمشوا وراء كلام مرتهم يعني ما قدرش تكسل لها كلمة هو دايما أنا بقول الأصل في العلاقة الزوجية المشاركة والمودة والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام في صورة الحديبية أخذ رأي أم المؤمنين أم سلمة فيه مشاركة والأصل في العلاقة الزوجية أنك تسيب مساحة للزوجة لإبداء الرأي في بعض القارات المهمة جدا في حياتها وجوز كبير جدا من الاستقلالية ولكن زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت فيه شعرة معاوية متجاوز هذه الشعرة زي ما حضرتك قلتي أن لازم المركب يبقى ليها ربان واحد يبقى ليها أبطان واحد هو اللي بيقود سفينة الحياة وكون أن الراجل قيم على الزوجة وربنا عطاله القوامة القوامة هنا معناها الأمانة والشيخ محمد متولي الشعراء رحمه الله قال القوامة جاية من إنسان قائم يعني الزوجة قاعدة هو قائم يخدم عليها هو اللي يجيب لها الأكل والشرب والإحتياجات ويحميها ويحتويها عشان كده حتى ربنا عطاله تكوين عضلي وفيسيولوجي مختلف عن المرأة علشان يشتغل وعشان يكد وعشان يجدح وعشان هي تأمن في وجوده فإنت لو أنت حضرتك سلمت المفاتيح بقى للمرأة هنا الدنيا معاك اختلفت إنت أولا هنا هوت أصبحت سجين سجين آيه فقدت حريتك فقدت القدرة على تخذ القارات فقدت القدرة على أنك تتحرك وتروح تجيب لبسه وأكله شربه وخروج وتتكلم في وسط الناس بقت سجين بقت أسير بتعيش حياتك كلها أسير وبتالب تفتقد معنى الحياة وده المعنى الأسمى علشان كنا احنا بنقول للراجل أنت حاول ترضي مراتك آه أرضيها أرضيها بالكلمة الطيبة أرضيها بالحب أرضيها بالحنان أرضيها بالاحتواء أرضيها بالحماية أرضيها بسد احتياجتها أرضيها بالعمل على إشباع رغباتها أرضيها بالنقل أشوف اللي بتحبه إيه وخليها الدنيا كلها ورد لا زعق لها ولا أمارس عليها عنف ولا أحرمها من حاجة وخليها تمارس كل حقوق في الحياة من زيارة الأهل من العمل لو حبته ما تعرضش مع البيت من رؤيتها في تربية الأولاد أرضيها بس مش على حساب أن أنا أسلمها المفاتيح وخليها هي لتقود أن على فكرة ده بيحمل المرأة عبء نفسي يعني معظم حالات الطلاق اللي بتجيلي بعد عشر سنين جواز بتكون المرأة هي اللي مسك المفاتيح وهي اللي بتقود وهي الآمر الناهي في البيت وبالتالي بتيجي عليها وقت لما بتقن بعد عشر سنين تلاقي نفسيها أعدى محبطة تلاقي نفسيها عندنا وبات اكتئاب بتجيلها تلاقي نفسيها أعدى بتتعاير من أقرانها بعد ما كنت بتتباها أن جزها بتقوله يمين يمين شمال شمال وشايلة كتفها تلاقي نفسيها جزها دوات مرضوع صخرية بيسخروا منه استهزاء أولاده بيبصوله بنظرة متدنية هي شايلة الحمل بما فيه الكفاية عشر سنين شغالة في الحياة تعرضت ليه تحرشات جنسية تعرضت ليه مواقف كان لا ينبغي نتتعرض ليها لو فيه رجل حميها هو اللي بياخد القارات دخلت غمر مشكلات مع الآخرين من أول أهله لحد السايس اللي بركن العربية تحت في الشارع فقالت لك علي من ده بإيه فلاقت نفسيها خلاص هي كمان انهكت واستنزفت فبالتالي بتطالب بالطلاق ولذلك أنا بقول للزوج خليك ناضج خليك عائل خليك رشيد أنت لو أنت بتتجوز علاقة أسرية عاوزها تمتد لحد أحد الأجالين فخليك أنت اللي في إيدك المفاتيح قود الأسرة قودها بمروءة وبشرف وبكرامة وبرجولة برضو مع الحنو ومع الحب ومع الاحتضام ومع الاحتواء مش بديلتاتورية ما تبقى السيد وتعمل علاقة متوازنة علشان ما تقعش في القرية اللي حضرتك اللي انت فيها في مقدمة البرنامج أن هي ممكن حتى من كتر ما هي بتقود تسوق العلاقة بينه من أمه وأبوه من إخواته طب فيه آآ ليلى ما جزيب بعثنا أسام أس بتقول أنه تسلط الزوجة على زوجها نعم بيبقى نتاج أنه الأب كان متسلط في البيت فهي بتعمل ده يعني آآ كنوع من طيب خلاص متسلط آآ كنوع لا قودني النهاردة أصلا آآ كنوع من الانتقام يعني نعم بتنتقم في الجزء في سورة أبوه صحيح هي بتبقى دايما الزوجة اللي بتتسلط على الزوج بتكون أحد من تكحكتين يأما أب متسلط على الأم فبتنتقم من السورة الزهنية للراجل والزوجة المتسلط فهي اللي بتقوم بالدور دوت أو أم هي أصلا متسلطة على الأب فبتعمل بما يوسمى بإعادة إنتاج السلوك بتقلد مامتها في كل الأم فإقلب بالإدرع على فمها تطلع لبيتها لأم الله أكبر مش هكلم أنا بقى لا يا فادي طيب في أسأم بوسي كلاني بتقولها عشان ممكن تكون أصلا طول عمرها مش عارفة تفرض سيطرتها وأهلاها ما كانوش مدينا فرصة يعني برضو بتبقى نتيجة إنه البنت في البيت عندنا برضو بتبقى إلى حد ماما قهورة شوي طمعا شوي فبتحاول بقى لما تروح بيتها بتبقى مع جوزها تقول لك أنا جوزي بقى أنا حرة فيه فده يتعالج إزاي يا دكتور زي حتى قلت من الراجل من الزوج من الزوج هو طبعا المشكلة يخدي بقى لحضرتك حتى لو هي جاية بالنمط دوت إنما الزوج بيتحمل مسؤوليات زوج عنده شخصية زوج عنده سيلف كونسيبت أو مفهوم ذات إيجابي نحو ذاته ما بيسمح لهاش بالكلام ده يعني داما إحنا بنقول أول سنة في الجواز بيبقى فيها صراع قوة بين الزوج والزوجة من يحكم منه ومن يتغلب على منه من الآخر كده اللي بيدوق لحم التاني هو اللي بياخد السياج وبيسوق لحد آخر علاقة الزوجية يعني حتى لو الزوجة في الأول بتعمل إن هي مطيعة وبتسمع الكلام وبتاع لكن بعد شوية بتبتدي تتمرد على الحال اللي هي فيه هو بصي حضرتك الزوج الواعي اللي عنده واعي ما بيسمحش بالكلام ده بيسمح فرصة بالمشاركة للتعبير عن رغباتها بقدر الإمكان حتى لو تنفست بغضب أو إلى آخر لأن المشكلة حضرتك في المرأة لما تبقى هي اللي بتتحكم دي مشكلة كبيرة جدا بتيجي على الزوج وعلى الأولاد مش على الزوجه بس ولا على الزوج وأهله وبتيجي على نفسها في الآخر بتصاب مجموعة من الأمراض أنا معظم السيدات اللي بتجيلي بعد 7-8 جواز ويالي متحكمة في الأسرة بلاقي عندها سايكوسوماتيك ديز أوردر أو أمراض نفس جسمية تساقط شعر حكة جلدية ترباط في الدورة الشهرية بيبقى عندها قولون في مشاكل الترب في الظهر باهرها واجحها بتقولك الغضروف تعبني ما عنداش غضروف هو سايكوسوماتيك ديز أوردر نتيجة الحمل العصبي اللي موجود عليها فرط شهية بنلاقي أستاذ دايما متدخل قوي تقولك أنا باكل كتير هي مش ما بتاكلش كتير هي بتحاول تتنفس في الطعام فبيجي لها مرض فرط الشهية بيبقى عندها الترب في تشوى صورة الجسم تقعد كل شوية تعدل في نفسها وتروح تعمل عمليات في الجسم وهي ممكن يكون جسمها مش مستهل الكلام ده ده نتيجة إنها بتحاول تجد متنفس للهروب من تحمل المسئوليات الزايدة عليها ومش قادرة تعبر عن فشلها أو إنها بتقنب الكلام ده طب ده بيبقى فيه نوع من السيدات عندهم حب امتلاك يعني لعبتي محدش لعبيها غيري آه آه بالزبط وبعين على فكرة فيه أزواج بقى زكية يعني فيه نمط من الأزواج أنا بسميه زوج موفر للطاقة زي اللامة بموفرة كده آه والله بيبقى واعي يعني بيخش يشوف هي عندها نزعة تسلطية فيقولك بس واسعة بقى خليها هي تعيش وخليها تخوض غمر تجارب الحياة وأنا قاعد مرايح الجسم أنا بعملش حاجة أنا قاعد بركة قاعد بنعم بس بالمنتج آه وخلاص آه هي بقى تشقى هي تكافح هي تروح الدروس هي تودي النوادي هي تختار المتنزهات هي تختار المصايف هو ما فيش مشكلة عنده لابس الشرط والتشيرت الكات وقاعد متشمس ومطرة ما تقوله روح يروح آه وفيه ناس عاد تقولك يا دكتور فيه رجالة يعني نعم وانا عرفهم صراحة آه يقولك ايه يا عم ما تقول مرتك حاجة ما تقولها مثلا أمك لازم تيجي تقعد معاك واسبوع أنا مرايح دماغي مش عايز مشاكل اللي هي عايزة تعمله وتعمله صحيح ليه بقى لان بعض الرجالة المبلاق المرضى المرأة عندها تسلط جنب شوية تعنف شوية فبيبتدي هتحاشر ان يخش في المصدمات ولا سيما المرأة المصرية الاولى في العالم في ضرب الازواج من واقع الاحصائيات الله أكبر ومن واقع المحاضر في اسام الشرطة وفي المحاكم 30% من النساء المصريات بيضربوا أزواجهم تخيالي بقى وفي طبقة الأميين 50% من الأميين بيضربوا أزواجهم وفي طبقة اللي بقعهم دراسات عليا يعني مش مجرد بكاليوز دبلومات ومجسير ودكتوراه 15% من الحاصلين عليهم بيضربوا أزواجهم طب ده نتيجة يا دكتور يعني الرجل ده بيبقى متربي إزاي يعني أكيد شاف مامته بتدرب بباقى أو حاجة ولا هو يعني لا أنا هقول لحضرتك هو في الغلب فساء غريبة يعني هو في الغلب بيبقى هو زوج جاي من بيئة ضعيف الشخصية ما عندوش تحمل مسئوليات ما عندوش خبرة التعليم والتعلم ما عندوش خبرة الفشل يعني كانت الأم هي اللي بتنظم له حياته وبتعمل له كل حاجة وخلاص حتى لما كان واحد زميله في المدرسة بيضربه كانت هي اللي تروح بدفع عنه أو القبض هو اللي روح يتخنق معاه ولذلك أنا عندي أولادي صغيرين لما يجي ابني يقول لي أنا زميني ضربني أو عورني وجاي العاية تقول له عملت إيه لازم تجيلي بحلول ما تجيش تقول لي يا زميني ضربني لازم تجيبلي حلول امشي الأول في السيستم كلم المشرفة كلم المعلمة روح للمديرة اه ضربك بعكا ممكن برضو بتخليه اعتمد على نفسه تعتمد على نفسك ما تحاولش تجيلي بمشكلة لما تكون حلتها ده مهم جدا لو هو ما طالعش كده هوت واخد ان فيه غيره بينال منه وغيره هو اللي بيجيب له الحق بتاع النايل دوت لما بيجي يكبر بيعتاد هذا السلوك وبنزاله بيبقى عادي ان الزوجة ممكن تزعق له ممكن تنهره ممكن تديله كده ضربة كده بالإيد أو كدفة أو تقول له اوعى من قدامي وده احنا بنشوفه في بيوت كثير جدا في الأسرة المصرية طب هل سكوت الراجل ده بيعتبر طيبة زيادة على اللزوم لا بص يا حضراتك من أكبر الكبائر في السلوك الإنساني الخلطة بين المفاهيم ايوه اه ده مهم جدا عشان احنا عمناها دايما خلطة في المفاهيم يجي يقول لك ايه ده اقول لها ده انت ده انت يعني جوز بنتك نقطها برطة نقطها يا فندم تقول لها طيب ابن حلال وهم عايشها انا جيب سرط الطيبة ما في من بعض الحيوانات اللي تتسير على أربع طيبة وكلنا عارفينها ايوه يعني البعيرة التي تحمل أصفالها طيبة يقول لها يمين يمين شمال شمال فالقصة مش في الطيبة إنما هذا البعيرة يجي تجوز بنتي استحالة طبعا فإحنا عندنا خلطة في المفاهيم فيه فرق بين الطيبة وبين السزاجة وبين اللي سيئها وبين اللي عمل نفسه مش واخد باله وبين اللي رميها على امراته وبين اللي مكبر دماغه وبين اللي سيئها هي تسعى في مناكبها وهو قاعد بيحصد صمار هذا السعي وخلاص بس لا القصة مش طيبة إطلاقا يعني ما تتعرضش الطيبة مع الرجولة لا تتعرض الطيبة مع النخوة لا تتعرض الطيبة مع الخشونة مش الخشونة لعي العنف ولا سيامة على فكرة بين المناسبة إن إحنا لما جينا عملنا التشريح بيسيولوجي لمخ الراجل ومخ الست لقينا فيه تماسل مع اختلاف بسيط جدا في مخ المرأة في الفص الشمال فيه كده انحراف معيان ربع درجة الانحراف ده بيديلها أفضالية في الوجدان إن هي عندها العاطفة أعلى فعوزة اللي يحتوي العاطفة دي فالست بطبيعتها لازم تميل للراجل للراجل الخشن للراجل اللي بيحتوي للراجل اللي هو ظهر إليها اللي عنده شخصية يعني اللي عنده شخصية مش لها ممحو الهوية مش اللي هو مسلم المفاتيح لإن ساعات الراجل برضو مع عدم النطج العاطفي عنده بيعتقد إنه هو بينايل رضاها في بعض الأحيان فبيخليها هي الأمر الناي في البيت وهي المتحكم في البيت وبيفقد الهوية بتاعته كراجل ودي مشكلة كبيرة جدا بيضاف ليها بقى لو هو كان واخدها وفيه فورق طبقية أيوة يعني في بعض الأحيان إن فيه واحد بيبصل لوحدة طبقة الاجتماعية تاعتها أعلى أو التعليمية أو الثقافية أو المادية فبيحاول إنه هو يعني إيه استرضاء ليها خلاص يعني بيعتبر ده دي يعني اقبليني بس وانا حريحك معتقد كده في بعض الأحيان أيوة وفي نفس الوقت بردك فيه قاعدة حنا دايما بنقولها من يملك يحكم من يملك يحكم فالساعات لما تبقى المرأة هي اللي بتصرف وحط أداءها في البيت هي اللي مرتبها سرعة 8000 جنيه وهو مرتبه على أده فبيسيب لها بردك القارات بيعتبر إن هي قاعدة بتصرف وأداءها في البيت ومدخل أولاد ما دارست لغاته أنا بقول له لا عيش على أدك على أد مرتبك هي عاوزة تحط أهلا وسهلا بشرط ألا تفقد السيادة بتاعتك سيدنا علي بن أبي طالب قال ما أقولها جميلة جدا قال من كان يريد أن يكون قاره من رأسه فليأكل من عمل فأسه وده مفروض يعني أنا ما خليش إن حد بيحط لي جنيه يبقى صادو صحب بعض الصلاحيات والسلطات بتاعتي كراجل وليس كذكر وده مهم جدا وفيه برضو بعض الحماوات يعودوا برضو يقاووا بناتهم يعني إيتي بتسمعي كلامه كده ليه ما تقولي له رأيك أنت عايزة إيه هو مفكر نفسه إيه هو مناسة نفسه لما جلنا كان شكله عامل إزاي بالزبط بنسبة الحاجات دي يعني فبقول لها برضو ارحمي بنتك شوية يعني ارحمي بنتك لأن بنتك من حقها إن هي تشوف راجل مال يعنيها من حقها إن هي تعيش في كنف واحد يحميها ويحتويها ويبقى أمن ليها من صعوبات الزمن وغدره وغدره وغدر الأيام والسنين إحنا بنشوفها وبقول لها أنت مش عايشة لبنتك اللي عايش لبنتك هو جوزك صحيح يعني فأنتي قويها ولو هذا الزوج عنده بعض القصور أنت مفروض تنصحي بنتك بمعالجة القصور لأن إحنا مشكلتنا برضك إن إحنا إما نقجج الصراع أو لما نلاقي واحد قاعد يعني ضن شوية أو أقل شوية نخط كده عليه من عندنا أو تتكلم مع الزوج يعني تتكلم مع الجوزب نتاع لا والله بصي يعني عشان الحساسية يفضل الزوجة هي اللي تتكلم يعني دي أنا بقول للزوجة الشطرة إيه أنا لما بخش الشريك مع واحد يعني أنا لو مسلّف حضرتك من الجنيه وخسرتيهم مش هطالبك بيهم حديك 100 تنين تشتغلي وتجيبيني المتنين على بعضهم فبقول لها كده هوت الزوج عندك نفس القصة لو واقع جاي لك في البيت واقع منه شوية مهارات في قدرت الحياة الاجتماعية وفي قلل مهارات دي بالصبر بالحنو بالإثار بالاحتواء بقاعدة كده ساعة تجلي بإنك ترمي عليه خبرات تقدمية يعني وإنت جاي هتلينها كزا مثلا عند البقال يضحك عليه البقال مرة مرة ما يعرفش يفاصل مرة يجيب الحاجة بايزة مش مهمة حيتعلم يعني يجيوله بس خبرات تدريجية وحاولي بقدر الإمكان تخلي الأولاد بردك يروحوله ما يجلكش أنت في كل جبيرة وصغيرة يعني أي حاجة عاوز أطلع رحلة اسأل بابا عاوز ألعب في الناجل فلاني اسأل بابا بقدر الإمكان عشان نخلي الأب نوعا تتحمل المسئوليات وبقدر الإمكان لما تلاقي الزوج عندك ضعيف الشخصية وانت عاوز أتقوي حاولي يخرج مع الأولاد من غيرك من غيرك وده مهم مش لازم تخرجوا بكتش كده كلكم مع بعض ليه؟ لأنه هو مع الأولاد بره ده حيقوله أنا عاوز جلاتي وده حيقوله أنا عاوز مش عارف أتعش فين حيتحمل مسئوليته حيتحمل مسئولية مع الأماط المختلفة وده حيجري منه وده حيضطر يزعق له حاجة هو مش متعود عليها بالزبط كده هو فبتديله أنت مكتسبات اجتماعية وبتطوري السلوك بتاعه يعني حابب نسميها دايما محو أميته كبار يعني لو هو جاي عنده أمية في التعامل الاجتماعي أنت بتعمله فصول محول أمية زي بتاع ترسل زي أمحاوي عندما بطريقة سوشيالتي أو اجتماعية شوية طيب فيه سؤال برضو جانا من هي كل على فكرة الأسئلة جانا أن معظم الرجال من الرد والغنام بتقول للراجل في أغلب الأوقات بيكبر دماغه من بابن ويحافظ على البيت وعلى العلاقة الأسرية أنه يكون مستقرة عشان راحة نفسية لولادهم عشان كده أغلب استبتاد بيترجمه ده على أنه ضعف شخصية للراجل وبيبتدوا يزيدوا في تحكيم رأيهم وتنفيذ رغباتهم وكمان بيصدروا ده للأهل والناس المحيطين صحيح بص حضرتك هو الراجل هنا مش بيكبر دماغه وفيه فرق بينها بكبر دماغه يعني بترفع عن بعض المواقف اللي ممكن تعمل مشكلة بينه وبالمراضي بتتكلم في التليفون زيادة شوية حطت الأكل المراضي بارد مش سخن تعبت نار ما عملتش أكل جابت أكل بايت يقول لها حاجات كده إيه بسيطة يعني قلت لها ما تخرجيش مع أخواتك اليومين دوله بتاعك فيه ضرورة ملحة فاستأذنها لها تقرج وألاح يتكبر دماغي يعني فيه أمور دايماً أي راجل عاوز يمشي بيته فيه أمور بيغمي عينه عنها شوية بيعمل نفسه مش شايف بس هو مدرك ولازم يدي بردك ألارم ملامح يعني يجمع المواقف يبتدي بردك فقعدة كده يقول لها كان فيه واحد اتنين تلاتة واربعة عشانه وريك لنمش بقى فعل واحدة عشان المركب تمشي يعني وراهنا ان هو برضو موجود لان فيه فرق بين الوجود والتواجد يعني فيه واحد موجود عبد الموجود موجود مش موجود ومن واحد قاعد متواجد يعني حتى لو بره بيته بالعشرين ساعة هو عينه على البيت عارفه ايه اللي بيحصل في البيت طبعا طبعا طيب ما هو فيه ناس ساعات بيسافروا رجالة بيسافروا بالسنين نعم وتبقى المسئولية كاملة للأم لما بيرجع بيلاقيها هي ممشيها البيت على سيستم معين والولادة على سيستم معين فهن بيحبش يتدخل عشان ما يبقى وصل الحكاية نعم بص حضرتك من اكبر الاخطاء الانسانية الخلط بين الهدف والوسيلة ده خطأ انساني كلنا بنقع فيه انا عاوز ابني في الجامعة يطلع الاول ويشتغل ويبقى معيد لما يتخرج فاجبت له عربية عشان تعينه ان يروح المحاضرات بدري لو فيه عنده بريك في النص يالح هيجي تغدى يأكل لقمة في يرجع اقوى والزهن عنده متفتح اكتر يعني العربية هنا وسيلة للنجاح بعد ازموعين لما جبت هاله لقيته مفيم الازاز حطت ستاير ركب سماعات وكست وبعد كده قاعد بيت الجران جنب منه يبقى العربية بقت هدف في حد ذاته بيسعى ليه حينحيع عن الهدف الاسمع والنجاح والتفوق نفس الامر بالنسبة اللي بيسافر انت بتسافر ليه وسيلة للحراك المادي والاجتماعي عشان تعين نفسك على اقدارة شؤون الحياة وانصت بقى انك تتفرغ للصفر ويبقى هدف في حد ذاته قاعد بس بتجيب فلوس وبس شغال منتج شغال سبونسر اتحمل بقى فده كلام مش مظبوط انت لو انت شغال برا في وسائل اتصال حديثة دلوقت صوت وصورة ممكن تبقى قاعد جوابتك طول الوقت ومع اولادك طول الوقت لازم يبقى فيه مشاركة في التخص القارات تناقش اولادك وتتكلم معاهم بقدر الامكان عندك اجازات لازم تنزل لازم يبقى ايدك في البيت لان انت لو غبت برا الاولاد والزوجة مش هيعتادوا وجودك ولما تيجي تنزل كمان بتبقى ضيف تقيل يعني بيرحبوا بيك في الاول عشان الهدايا وفرحانين وبعد كده بقى لو قلت كلمة لا ما تعملش كده لا سوي كده انت جاي بقى انت جاي لنا منين اه انت كنت فين انت فوجوده بيبقى غير مروض فبقول لأي زوج بيشتغل برا ما تخلطش بين الهدف والوسيلة الهدف الاسمة ليك هو اولادك لان هما دول اللي في رقابتك وهما دول انتاجك في الحياة وهما دول ربنا هيحذبك عليهم بزبط نعم اسمها ايه يا استاذ مكتب اللي بعثت آآ نورة فراج بتقول انها بعد ما ربت لابنها ولاده الاتنين نعم وكيف روتا آآ ابتدى يضربها بقى وابتدى يتعامل معاهم وقاملة مش لطيفة شوية بص حضراتك آآ مش عزة على الرجالة عشان ما يجيش يعني يعني علينا لا مش كلهم ده ولكن حاجة فردية صبت علميا برضو ان الراجل اللي بيدرب هو مفتقد بعد ملكات الرجولة ده بيدرب أمه اللي بيدرب أمه ده اللهم محفظنا يعني يعني بص حضراتك آآ يعني مراتهم قوية لدرجة ان بروح يدرب أمه اللي بص حضراتك يعني ده انت كده اتكلمت في حتة خطيرة جدا آآ في حاجات ما بتتعوضش في الحياة الأم والأب بيتعوضوش في الحياة طبعا وبعد فقدانهم الانسان بيحس بالكلام ده أحدهما أو كلاهما وأحد الحاجات اللي بتخلي الانسان يرتب عليه خبرة الفقدان بتاعت موت الأب أو الأم لما بيكون أثنى عليهم وعمل عليه تجاههم بقدر الإمكان فدي بتخفف شوية حدة الخبرة تاعت الفقدان والألم النفسي اللي بينتابوا بعدها بيموتوا فاللي ما أدركش أبوه أمه وبرهم وعرف ان هو فعلا ان الجنة تحت أقدامهم طربت يدا المولى عز وجل تكلم في سيدنا محمد لما حابه يوشيد بالرحمة اللي في قلبه قال له وما أرصلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين يعني من أول سيدنا آدم لحد الآن بتقوم شي بقى شوف الرحمة دي مساحتها قد إيه لما حاب الشاعر يجسد الرحمة اللي في قلب سيدنا محمد دل يقات للعالمين قال له بتشعر آف إيه وإذا رحمت فأنت أم أو أبو هذان في الدنيا هم الرحماء هذان في الدنيا هم الرحماء عنده جهل بشؤون الحياة مش بشؤون الدين وبس عنده جهل بشؤون الدين إنسان مفتقد البصيرة إنسان لو هو عارف إن الإيد دي اللي بتتمدل الأم عشان تنال منها وتنكل بيها تتقطع قبل ما توصل لها بالدرجة العنف القصية اللي حدريك قلتيها دلوقتي كانت فكر بدا المرة ألف مرة فأنا بقول لكل واحد بالعكس أمك وأبوك اللي جاي في العمر مش قد لرايح تاجر مع ربنا فيهم ولا سيما إن من ضمن الحاجات في الدنيا اللي ربنا بيوليك فيها كرامات على حيا عينك وسلف ودين علاقتك بأمك وأبوك ده طبعا ده طبعا لإنه فيش أغلى من الأم والأب يعني الزوجة ممكن تتعود الزوج ممكن يتعود لكنت هتعود الأب والأم منين أو الأخ كمان أو الأخ وبتشوفي ده على حيا عينك يعني ما شفتش واحد في تاريخ المهني عقه أم وأبوه اللي ما طالع عنده أبناء بيعقوم وأسوأ يعني اللي هو ما بيروحش مسلا يزور أم وأبوه في الأيام العادية يلاقي نفسه في آخر أيامه مريض وعياله ما بيجوش يزوروه ما بيروحش يجيب هداية الأم في عيد الأم ولا يدخل لها بكسين فاكهة يلاقي نفسه عيان ومحدش بيجيب له الدواء شفت كده رؤى العين دي كتير أو تكره هل الحكاية دي يا دكتور سعي يعني فيه ساعات أبوهات أو أموهات يقولك إيه ابني مثلا عمل معايا كذا ابني ما بيجليش ابني ما بيودنيش نعم أكيد هيك بتعمل كده وهو صغير أيوة أيوة بص حضرتك المولى عز وجل اسمه العدل ما اسموش العدل العدل يعني قيمة العدل قيمة العدل أنا شفتها طول حياتي في بر الوالدين اللي بيبر وبيزرع بيلاقي اللي بيجحد بيحصد وبيحصد حصاد مرير جدا ويقول بقى يا ريت الأيام ترجع تاني خلاص ما بترجعش للأسف حاجبهم منين تاني عشان أبر ما فيش الكلام ده طب أمال المسأل اللي بيقولك جوزك جوزك على ما تعويديه وابنك على ما تربيه وابنك على ما تربيه يعني أعود جوزي إنه هو يسمع كلامي إنه هو ما يروحش لأهله ما يروحش لأهله ولا المسأل ده أنا أنا مش شكة فيه يعني بقول إنه مش صح إنه إحنا ناخده من ناحية دي طبعا هي بصي يعني ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعويديه يعني إيه يعني ناخده بالجنب الإيجابي جوزي متعود يكلم بحس عالي ويزعق لما نيبني كان يقول له حاولين مننا جرام ما يصحش ونقفل الشباك وبراحة يبقى جوزك على ما تعويديه جوزك متعود يجي من بره ما يبص العيال ولا يسلم عليهم وجاي متجاهم لا أقول له برضو الأولاد ما زمهمش حاجة نقودهم بلطف يبقى جوزك على ما تعويديه جوزك من لما يجي يروح يزور حد ما ياخدش في إيده حاجة ولا بتاع ما فيش البروتيكول ده عنده لا يبقى جوزك على ما تعويديه ما ينفعش نزور الناس نخش إدنا فاضية ده اللي هو ده جوزك على ما تعويديه إن انت بتثقليه ببعض السلوكيات التقدمية اللي تتماشى مع النسق القيم بتاعك جوزك على ما تعويديه إنها مش على ما تعويديه إنك أنت تصدري له قيم سلبية يقدر يمشي بيها ده انت لو بتحبي جوزك بجد هتحبي أمه هتحبي أخته هتحبي قلته كلها المسر في إنجلترا بيقولك أحبني فأحب كلبي يعني اللي بيحب بنا أنا بيحب الكلب اللي بيمشي معاه الشعر العربي الأصيل من أكتر من 1400 سنة أدرك المعنى ده وقال بتشعر جميل جدا قال أحبني وأحببته فأحبت نقاطي بعيره يعني من كترة بيروح يقابل الحبيب بالحب تصري إلى النقوة والبعير اللي بيشيلهم للدواب هو فيه أجمل من كده هو فيه أحنا من كده ده حدركة عملتي مقدمة حلوة أو عن عيد الحب فأنا بقثني على الحتة دي اللي بيحب إنسان يحب كل الرموزة المتعلقة بيه يحب الأرض اللي بيمشي عليها ده قصب نملوح أكتر من ألف بيت في ليلة ما سموش مجنون ليلة يعني عشان بيت شعر واحد لما قال أمر على الديار وديار وليلة وقبل ذا الجدارة وذا الجدار وما حبي لذلك الجدار ولكن حبي لمن سكنت الديار كان بيبصوا الطوب والحطان اللي بتشوف ليلة كل يوم ويمشي يا راحة جاية تتغندر وفيه أجمل من كده دكتور وليد إحنا يعني سعداء جدا بالكلام اللي حديثك قلته والملخص كله في الكلمة الطيبة وفي الابتسامة وفي الود ما بين حتى الأزواج ومع أن الزوجة ممكن تلفت نظر جوزها بطريقة لطيفة إذا كان بيعمل أخطاء صحيح وفي عيد الحب تديو له وردة حمرة زي انترح الحمرة حديثك لابساها فالحياة بيقولونها أحمر ومنقولها حديثك كل سنة وتطيب ومشرفنا دايما 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 نشكرك جدا نشكرك جدا دكتور وليد ودلوقتي نروح للدكتور محمد حم موسيقى